ومعنا في الاستيديو يحيى أولا ببكر رئيس المنظمة الشبابية لحزب التجمع الوطني للأصلاح والتنمية تواصل أهلا وسهلا أهلا بكم السلام إذن المنظمة الشبابية لحزب تواصل قالت أنها تعرضت لمضايقات أثناء تنظيمها استقاية طلبة البكالوريا ما طبيعة ما حصل من مضايقات؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم شكرا لقناة المرابطون قبل أحدثكم عن المضايقات التي خلقت بودي لو تحدثت عن طبيعة هذه الاستقاية التي تعدلها المنظمة الشبابية منذ خمس سنوات تالي هو نشاط دائبة المنظمة الشبابية على قيام به وهذا النشاط يستهدف أساسا دعم طلاب المشاركين في هذه المسابقة لمصيرية دعمهم نفسيا ثم بعد ذلك دعمهم نفسيا ومعنويا ودعمهم أيضا ماديا بهذه المواد التي تقدم فيه لكثير منهم طبعا ما تقدمه لا يضطروا ذلك عن مجيس طيب أنا عبد الله سؤال ما طبيعة ما حصل طيب بالنسبة لما حصل لأسف شيء ينداله الجبين ومحزن جدا خاصة أنه يأتي في إطار ما يستمع بسنة التعليم بين قوسين ما حصل أنه نحن الحمد لله منذ خمس سنوات منظمه وفي هذه السنة فوجئنا بحجم المضايقات الذي مورسا علينا بدون أي مبرر لأن هذه السقاية كانت تنظم سابقا ولو كانت فيها مشكلة ثم قد خلقت سابقا الثالث هي مجرد نوع من الاستفزاز ونوع من الحاسد لا أستطيع أن نقال له ومدى ما قد يتقدم شيء وليه هي حريصة أنه تخدم خير الشباب الوطن وملي ونفس الوقت مانعة أي حد يخدمهم بالتالي اللي حصل عنا في نواذيبو الشباب انتنعوا ونختار ننكر عن بمناسبة هذه الانشطة سقاية وباكالوريات قوم بها أيضا منظمة نسائية حتى قاموا على قسام اللي ما فيهم الشباب ياسري والله ما فيهم هيئة إدارية شبابية قسم الشباب يقوم به القسم اللي تابع للحزب بالتالي هي انشاط عاد حزبي عام فوجئنا في نواذيبو عنها تم اعتقاد ستة عناصر من الشباب لا يشيء إلا لأنهم كانوا يريدون سقاية طلاب الباكالوريات تبا سلطات تقول إنه تظهر شوي في تجججة أيضا منعنا من هذا والغريب أن في كهيدي حاولنا أن نقوم بهذا النشاط ومنعونا بعد ذلك طلبت مننا أسرة آوتنا أسرة في حائط وحاولنا القيام بنشاط منها بدون أي شعارات وجاء السلطة ويأكد عن هذه السلطة سلطة بوليسية لأسر والله تسعى أنها تكون دائما سلطة بوليسية لما قمتم به لم يكن مرخصا وبالتالي كان من الطبيعي توقيف حملة استقايا نحن قمنا بحملة تطوع للدم تبرع بالدم قبل عشرة أيام تحديدا ولم نطلب التلخيص جئنا لمركز الدم نعتقد أن هذا النشاط خيري نشاط أعيده بالأساس يعود لمصلحة هذا الشباب المشاركين في هذا النشاط كمان تبرعنا بالدم وكمان قيامنا بحملة التلخيص اللي ما قبلنا لها تلخيص عن هذا النشاط يالتو قاعد يشجع هذا النشاط عنده خدمة يخدم المجتمع ويالتو وغار لي عن مدة عدلته لا ما أطلعه حد شيء بعد وباركته فيه نالتو يمنعها من تعدل وغار لي عن مدة غالبها تخدم مواطنها نالتو أيضا وتسعى أنها تقيد أي فرصة أي مدة تسعى أنها تخدم طيب أنتم تتهمون بتسييس كل شيء حتى طلبت الوكالوريات وحاولون تسييسهم من خلال ما تقدمون لهم من خدمات يعني على كم الحالة نشاك عنه نشاك عنه نتعود قاعد سياسة نتعود سياسة واحدة واحدة في خدمة المواطنين نشاك عنه شيء محمود نتعود خدمة المواطنين بطريقة هذا النوع من تسييس أنا بقيت شاك عنه رواية محمودة نتعود مدة تسييس رواية الصخرة ما يسمح مفترض أنها تقعد بعيدة عن السياسة أنا ظاهرني عن هذا الصياد في المياه العكرة كان قاد ينقال عني كل حاملة اللي أعدلت اللي على كل حال ما عندنا ناسم الأحوات عليه اللي أعدل عدة انهارات اللي أعدل حزب الحاكم الدروس تقوية اللي كانت حاملة هدف الصحق واضح ومعلن وواضح جدا عنه هدف سياسي كان قاد ينقال عنه تسييس للتعليم والله تسييس لأهل غير مراهر اللي عن النوع من الأعمال حد عدلوا يالتقعن قالوا الشي ذو اللي واهرناحنا نختير شوية عندي إشارات اللي تسمحوني بملاحظات هاي سنة التعليم سنة التعليم طيب ربما لاحقا لماذا لا تقدمون أيضا أنتم في تواصل لماذا لا تقدمون خدمات أكبر من مجرد تقديم أكل وشراب لبعض الطلاب هل أنتم عاجزون عن تقديم غير ذلك بالعكس نحن نقيم دورات نقيم دورات وبمناسبة قصة معرفات أقام دورات لدروس تقوية ولكن لم نشاء أن نستخدمها إعلاميا لكن هذه صيقايا حاملة تشوفها الناس كاملها طبيعا أن يدورون بالناس عن معدل بالإعلام ومعدل بالشيء بالتالي نعدوا ياسم من شيء طلي ما ندور بهدفنا من أساسا من خدمة المواطن الذي نعادت حكومته ما هي مستعدة خدمه والله لكن يتعدلهم هو لاحق الإخلال تهليل الشيطة كثيرة لتعادل المنظمة الشبابية طيب ما الذي لمستموه بالضبط من خلال تجربة السقايا في السنوات الماضية وجعلكم تواصلونها الآن وربما لاحقا أيضا لم يسنع من خلالها أنها بالفعل قدمت حد لمشكل قائم عن كثير من الطلاب لعدل مسابقة الباكالوريا والمتحان الباكالوريا في مرايكس بعيدة عن مكان سكنه نين يجبر مكان يقوي يقعد هذا جيد بالنسبة له ويرتاح نفسيا ولمسنا فيه تجاوب كبير من الشباب ولا أدل على ذلك أننا نحن السقاية إلى هاللارك اللانهارين معدل يوميا يستفاد منها 11000 طالب في عموم الطلاب الوطني بالتالي يدل على شيء يدل على أن فيها إقبال وعن الناس مستفيدة ما ظهر لعن الناس اللي تجي الاستعراض والله جاي يكتر في الانتباه وهي عنده امتحان الباكالوريا بالتالي جاءت الله لأن القضية تخدمها وعنده فايدة عندي صف قط طيب تملكم شوي وقت ملاحظات على سنة التعليم وما يسمى بسم التعليم طال اللي عندي سنة التعليم اللي تعود نهايتها باكالوريا مسربة شاك عنها نعم نعم أعتذر منك سخرية عفونا وشاك عن مولي سنة التعليم طيب يحياء ولبوكل رئيس المنظمة الشبابية حسب التجمع الوطنية أعتذر منك الوقت لا يسمع سيد يحياء لا تطين شوي فرصة دا نص دقيقة عني هون رواية نفتر يبيح للموجة بيكلم عنها ويبيح للموجة شكرا لك يا حياء لبوكل رئيس المنظمة الشبابية الحزب التجمع الوطني للأسلاح وطن